بكل الوسائل السياسية الممكنة يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعيه لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وأعلن بايدن في سبيل ذلك عن خطة إسرائيلية من ثلاث مراحل تشمل صفقات تبادل الأسرى ووقف القتل المقترح يتكون من ثلاث مراحل مرحلة أولى تستمر ستة أسابيع يتم خلالها وقف إطلاق النار والانسحاب من المناطق السكانية في غزة وأطلاق سراح محتجزين من النساء والأطفال وكبار السن ومئات من الأسرى الفلسطينيين عودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم في جميع مناطق غزة وزيادة المساعدات الإنسانية إسرائيليا تباينت ردود الأفعال بشأن خطاب بايدن فقد أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامين نتنياهو أن الحرب لن تنتهي في غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها بما فيها القضاء على قدرات حماس عسكريا وحكوميا لكن مصدرا إسرائيليا وصف في حديث للقناة الثانية عشرة خطاب بايدن بأنه ضعيف ويشكل انتصارا لحركة حماس معتبرا أن الرئيس الأمريكي لا يفهم الوقع أما طرفه الصراع الآخر وهو حماس فأبدت إيجابية في التعامل مع خطاب بايدن وأكدت أنها مستعدة للتعامل مع أي مقترح يتضمن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتبادل الأسرى والرهائن ولضمان قبول حماس للعرض يقول موقع أكسيوس الأمريكي أن مسؤولين أمريكيين من بينهم مدير الاستخبارات الأمريكية أجروا اتصالات بقطر لحض حماس على قبول مقترح واشنطن الموقع اعتبر أن خطاب بايدن استهدف زيادة الضغط على حماس لقبول المقترح ولم يترك مجالاً أمام إسرائيل للتسوية أو المرونة وسرعان ما قامت واشنطن بالتسويق لخطتها سياسياً عبر وزير خارجياتها أنتوني بلينكين الذي أجرى اتصالات هاتفية بنظرائه في الصعودية والأردن وتركيا إذا اعتبر أن المقترح يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين دولياً رحب الاتحاد الأوروبي بالتحرك الأمريكي ووصفه بأنه يوفر فرصة حققية لوقف الحرب